أنت واحد من الكوادر الموجودة داخل المملكة العربية السعودية نعم وفي كمية من الكوادر موجودين في نطاق العالم أموما يعني إحنا عايزين النقل الذي تحصل هناك في الكوادر يعني جهاز المقتربين ليه يكون جهاز بتاع معلومات يعرف المقتربين والتقنية موجودة وتقنية وسهلة جدا وتتواصل معه لأنه في ريال أعمال في زملان الأمر ريال أعمال في لندن ما حسين بالسودان أغنعهم يدخلوا وردات أشركهم أشركهم في الصورة وديهم اعتبارهم يعني الآن ما فيه اهتمام بيون اهتمام نفسي سايب بينهم ما فيه فلين إشكالية هنا عموما وبتخلي أنت لاحظ المقتربين في أي دولة بيكون عندهم رأي حتى الآن تجمعهم يقول لك الدولة الدولة فلين إشكالية الجهاز لازم تتعارك اللي الجهاز وضعه تعبان يعني ما موهل زي ما قلت لي هو الآن تابع لسكرتير مجلس الوزراء في مصر الوزيرة بتعمر مكرمة وما أدرعك وبتقول مع السويس سيسي في طربيضة واحدة يعني أورادي رأي المقتربة والمهاجرة المصري واصل واصل وبتغيرات يعني دمان صحين لامريكان بيجي لاجي لاجي الناس مباشرة وخاطبون لكن الآن أصبحت الكوادر بتعمل بر السودان سواء كانوا عمال أو رعاء أو أساذة أو خبراء مهمشين نظر؟ علي زي نجيها ترعاهم يعني مهمشين؟ يعني مش تتعامل معهم كأنهم هم يعني هل بتشوفهم مهمشين وغير مشركين في التنمية لأتصابية في السودان؟ دي المشكلة الزاء ما في الصورة يعني حقه كل ولاية تعمل برنامج وتخاطب أبناء على مستوى الأسر وتربطهم بأن احنا فكرنا حيجة نعمل برنامج اللي هو علاقة بالأطباء وبدأنا إنه الأطباء مثلا بتاع بربرا في لندن يجي يسبوع ويرجع كفاية جدا خطباً يا دكتور هو ذات التكسيم نشوفت ذاته هو المضعف قوتنا لا بالعكس حتى دي ذاته تحديد المهام فيه تحديد مهام بالعكس ايه لو وديت المقترد فيه مثلاً في ذنقلة فعي بمفعات دي كلها لو جمعت تحت أنا معاك ممكن لكن ما إنت بتبدأ بالشخص الواحد تربط ببلدك تعطيه تلاتة فدام مجاني حيستثمر طبعاً مش كده ما زي الشخص اللي بدوها لي كل مرة يأجل فبالتالي بتعمل زخم يعني تكون جزء من السياسة وأنا ذاته مستغرب من المالية دي لأنه دي أموال بتخش حتى كانت تحويلات العادي دي كل عنده أثر